اخبار ثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية اهلا بكم مرحبا بكم مشاهدين الكرام والى عنوان الاخبار قضايا القارة ابرز مفردات حوار الرئيس السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافارقة رئيس مجلس الوزراء يتابع استعبادات شرم الشيخ لاستضافة كوب 27 ويعلن تحول مدينة السلام لمدينة خضراء مع انطلاق الفعاليات ووزير الدفاع يبحث قضايا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وقائد القيادة المركزية الامريكية يشيد بدور مصر في تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة ونتابع في نشرتنا الاقتصادية الطاقة فعي اسعار الغاز خلال الشتاء حال تقنيس اوروبا بمشترياتها من الغاز الروسي الاخبار بالتفصيل شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية جاء ذلك خلال استقبال سيادته رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الافريقية وقد شهد اللقاء حوارا مع سيادة الرئيس بشأن قضايا القرى الافريقية خاصة دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الافريقية وذلك بحضور المستشار بولوس فهي رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار والمستشار الدكتور فاطم الرزاز والمستشار الدكتور طارق شبل صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة مؤكدا سيادته حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها اسمحوا جاء راحب بكم جميعا ضيوف كرام أعزاء على مصر اسمحون لكم من الاستمرار في انخذ هذا الاجتماع وزا ما بقول كده في الدور السادسة بالقايرة يؤكد على وحدة الهدف والمصيد المشترك بين شعوبنا التي تنحز إلى قيام الحق والعدل وتتطلع في يقين الراسخ إلى تعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات وكمان اسمحوا لأكد معاكم ان محاور اجتماعكم بتدور حول المواطنة وحقوق اللاجئين والمهاجرين وحماية الهوية الثقافية وحقوق الشعوب الافريقية في مواردها الطبيعية المشتركة وايضا التنمية الاقتصادية من مزور اجتماعي إنما هي سول مثل لتحقيق مفهوم التنمية الشعوب الافريقية وأنني على ثقة من استمرار مسيرة نجاح هذا الاجتماع على أحوى تؤكده نتائج أعمال اجتماعاتكم الخمسة السابقة وشدد السيد الرئيس على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي فضلا عن صون أمنها واستقرارها من جانبه أكد المستشار بولوس فهمي أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفا كبيرا مثمنا حرص سيادتي على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء وتعزيز الدور الذي تطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية لا سيما في ظل نجحيها في إسراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري أضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مثمنا دور الحيوية للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية والذي تحول إلى تقليد السنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه السابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها وقد شهد اللقاء حوارا مع السيد الرئيس الشميل أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية خاصة فيما تعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول كما آرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء هذا واختتمت فعليات اليوم الثاني لأعمال الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية بالقاهرة بمشاركة أربعين دولة نقشة الجلسات قضايا عدة منها اللاجئين والمهاجرين والتعامل مع تحديات دول وشعوب القرى من بينها تنمية ومكافحة الإرهاب وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول الإفريقية تتواصل فعليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية والذي تحتضنه القاهرة على مدار ثلاثة أيام وتشارك في عماله أربعين دولة أفريقية يمثلها مئة وعشرين مشاركا التوافق الذي تحدثه الوسائق الدستورية والربط الذي تقوم فيه ما بين الإثنيات والعرقيات المتبينة وكيف أن الوسيقى الدستورية تصلح لأن تكون أدايا للربط لا لتنافر المجتمعات وخلال مؤتمر صحفية عقده المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن اليوم الثاني للاكتماع تضمن جلستين نقاشيتين إحداهما عن الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية والأخرى ناقشت الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية في الدول الأفريقية دور القضاء الدستوري في النهوض بالحقوق الثقافية والهوية ثم دارت مناقشات واسعة بين السادة رؤساء المحاكم الإفريقية في موضوعي الجلستين بهدف تفعيل الأفكار التي ترحت خلالهما على الدول الأفريقية نوحد الثقافة الأفريقية بحيث نوصل بها إلى التكامل معين نحن كلنا شعوب أفريقية وفي أكيد ما بيننا حاجات كتير مشتركة لو وحدناها هتبقى قيمة مضافة للإنسانية كلها هذا وتسعى المحكمة الدستورية العليا إلى التوصل إلى آلية مؤسسية متواصلة بين الدول الأفريقية في شأن القضايا الدستورية من خلال زيادة الاهتمام البحوث والدراسات المعنية مع الأخذ في الاعتبار أن مصر رائدة في مجال القضاء الدستورية برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تستمر فعليات جلسات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والذي نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق التوافق بين دول القارة في العديد من الموضوعات الدستورية والقانونية المهمة بما يتوافق مع تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية أمل صبري التلفزيون المصري أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن عدد الراغبين بالمشاركة في مؤتمر المناخ هذا العام يساوي تقريبا ضعف أعداد المشاركين في قمة المناخ خلال العامين السابقين ما يعكس سمعة مصر الطيبة وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة جاء ذلك خلال ختم زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ والمقرر الانتهاء منها بالكامل خلال شهر لتتحول مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة خضرها مستدابة تعبر عن أهداف هذا المؤتمر العالمي بهدفي تفقد مشروعات التطوير الجاري تنفيذها على قدم وساقة تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ لتكون المدينة في أبهى صورة لها أثناء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ نوفمبر المقبل جاءت زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مدينة شرم الشيخ والتي امتدت على مدار يومين برفقة عدد من الوزراء حيث أكد رئيس الوزراء على أن تكلفات السيد الرئيس بتطوير ورفع كفاءة المدينة بالكامل امتدت إلى القطاعات كافة مشيرا إلى أن أولى خطوات التطوير بدأت من مطار شرم الشيخ لاستقبال ديوف مصر بدأنا الزيارة بتفقد التطوير الشامل اللي اتعمل في مطار شرم الشيخ والحقيقة هو تطوير كامل وفي صالة كاملة جديدة تم إضافتها ورفع كفاءة الصالة الأولانية بحيث النهاردة أصبح مطار شرم الشيخ قادر على استقبال أكتر من 10 مليون سائح على مدار السنة وده طبعا رقم كبير جدا لنتيجة لإن شاء الله تخططنا أن مدينة شرم الشيخ هتستوعب المزيد من أعداد السياح في الفترة القادمة الحقيقة يمكن اتمنيت على توافر كل الخدمات اللي هتبقى موجودة في المطار منذ لحظة نزول الطائرة حتى خروج السائح من المطار بكل الخدمات اللي موجودة بدءا يمكن أنا عايز أقوله ويمكن دي كان برضو يعني توجيه من فخامة الرئيس لوزارة النقل برفع كفاءة الممرات أو الرانوي بتاع المطار بحيث بقى يبقى حيبقى عندنا ممرين يعني يقدروا يشتغلوا في وقت واحد الاثنين مع بعض وده يبقى زيه زي أي مطار عالمي كما تفقد رئيس الوزراء المنطقة الزرقاء المقامة على هامش قمة المناخ والتي تتولى إدارتها سكرترية الأمم المتحدة خلال فعالية القمة وهي مخصصة للمعارض والأحداث الجانبية التي يعقدها القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والوزارات المختلفة لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات ذات الصلاة في مجال التصدي لأثار تغير المناخ كان تركزنا طبعا على منطقة مركز المؤتمرات الرئيسي اللي حيتعمل فيه المؤتمر نفسه وتفقدنا مع كل السادة الوزراء كل الأعمال اللي بتتم على الأرض هناك من رفع كفاءة المركز الحالي وإضافة ما تطلق عليها المنطقة الزرقاء اللي هي خاصة بسكرترية الأمم المتحدة واللي هتبقى فيها تمثيل كل الدول والمؤسسات الرسمية ودي يمكن شفنا حجم العمل اللي بيتم على الأرض هناك وعايز أقول أن الحمد لله ودي نقطة مهمة جدا نتيجة طبعا لسمعة مصر وقدراتها ونجاحها دايما في استضافة الفعاليات الهمة عدد الراغبين أن هذا العام في الاشتراك في المؤتمر قمة المناخ في مصر تقريبا ضعف الأعداد اللي كانت في المؤتمرات السابقة في العامين السابقين بعد ذلك تفقد دكتور مصطفى مدبولي محطتي شحن سيارات وأوتوبيسات كهربائية مستقلا إحدى السيارات الكهربائية الملاكي مشيدا بإحدى مركات السيارات التي يتم تجميعها داخل مصر وموضحا أهمية المشروعات الداعمة للتحول الأخضر تفقدنا منظومة الحقيقة محطات شحن السيارات الكهربائية اللي ستبقى موجودة 18 محطة شحن ب36 نقطة شاحن دي للسيارات اللي هي الملاكي ويمكن احنا شفنا برضو أول مجموعة من السيارات اللي ستبقى متاحة برضو للاستغلال أثناء المؤتمر في عدد كبير جدا يمكن أنا مش عايز أقول مئات السيارات اللي ستبقى متاحة أثناء المؤتمر كلها عربيات كهرباء ستبدأ أنها تستغل في أثناء المؤتمر برج دور حركة تنقلات المشاركين في المؤتمر وضم زيارته إلى مدينة شرم الشيخ التقى رئيس الوزراء بمجموعة من المستثمرين السياحيين في المدينة لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ مطالبنا المستثمرين بإعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة للاستفادة من التجمع العالمي المرتقب داخل جنوب سيناء لتنشيط السياحة عدنا مع كبار المستثمرين المصريين الوطنيين في قطاع السياحة ويمكن اتكلمنا على حجم الدعم للدولة المصرية قدمته لهذا القطاع على مدار السنين اللي فاتت في ضوء الأزمات اللي واجهها هذا القطاع وأيضا اللي مستمرين فيه يعني الدولة فيه أنها تدي للسائحين والحقيقة يمكن لقطاع السياحة ويمكن هنا كان كلامي بمنتهى الشفافية والمكشفة مع كل المطورين السياحيين والقطاع الخاص المصري أن مصر لديها القدرات هائلة في هذا القطاع والدولة بتعمل كل اللي تقدر عليه من بنية أساسية من إجراءات تيسيرية من حوافز من كل الخطوات اللي منشأناها أن احنا نشجع هذا القطاع على التضاعف وبهدف الاطمئنان على مستوى الخدمات في المدينة تابع مدبولي عددا من المشروعات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة مشددا على تحسين مستوى خدمات المرافق مصطفى عبد الفتاح على التلفزيون المصري بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت ووزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر قمة المناخ الفين اثنين وعشرين تم اطلاق منتدى البيئة والتنمية الطريق إلى شرم الشيخ الذي شارك فيه وزراء الكهرباء والبيئة والموارد المائية والري وعدد من الوزراء العرب في مجال البيئة والمياه يستعرض المنتدى ثمان محاور تتعلق بالتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وضع الحلول الوقعية لتكون خارطة الطريق لقمة المناخ بشرم الشيخ بمشاركة كبر المسؤولين والخبراء وقاضة الفكر من ثلاثين دولة بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية والمياه والبيئة والكهرباء والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تم اطلاق منتدى البيئة والتنمية عشرين اثنين وعشرين لاستراضي أجندة كمة المناخ بشرم الشيخ الذي يتضمن محاور ثمانية لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغير المناخ على البيئة والتنمية تتحدث صحيحة للتوافح حول النموذة في الشامل للتحول العادل براعي لأقدراتنا التصادية والاستماعية يجب لنا ويظهروا بشكل ملموس في قمضة الاعتماد على مصادر الطب التقليدية لما يظهروا في دعم وقال السلطة الأقلية ومجاعة تغير المناخ إن خضية التحول العادل لنحو مصادر الطب الجديدة ونرصينا تيدروجينا ستحتل موقع الهامر في المتواشر الشيخ على نحوه نأمل أن يسانم في إحساس تقدمي على هذا الصحيح إننا في الإقليم العربي بحاجة مرحة لبناء قدرتنا على إدارة هذا الترابط بشكل فاعل على جميع المستويات قدمت جامعة الدول العربية مؤخرا دراسة استراتيجية جاملة تتناول الموضوع سيتم ترحيها على القمة العربية المقبلة بالدزائر للنظر في اعتمادها في أول نوفمبر القادم وهي دراسة تكاملية تعتمد فلسفة أكثر جمولة أننا لا نستطيع أن نختار موضوعات الاستدامة في بند واحد يرتبط بتغيرات المناخ أو بتقديم الإمدعاتات الكربونية مع خطورة كل من هنا ولكن ينبغي أن نتبنى منحجا شاملا تأكدت أهميته في كل مناقشاتنا وتتناوله قمة المناخ في محاولها تختلفة ولا خير في استثمارات تخفض من أضراء المنطبطة بتغيرات المناخ ويتوطب عليها في ذات الوقت زيادة في الفقر أو زيادة في البطارة أو مشكلات في العدم كما تم خلال المنتدى العمل على اقتراح توصيات لمؤتمر كمة المناخ بشرم الشيخ وتحديد التحديات الرئيسة التي تواجه تلك التغيرات مع وضع أفضل استراتيجيات للتنمية المستدامة اللازمة للتغلب على تلك التحديات تعمل صندوق لتمويل المشروعات البيئة والمشروعات الخضراء لنوع الأمر الثاني هو إنشاء فاند أو صندوق برضو علشان مواجهة التغيرات السلبية هذه التغيرات السلبية فدولة لو وفوا عليهم وخصوصا الدول المتقدمة هيبقى موضوع مهم بالنسبة للتوصيات نأمل أنه من خلال المرحلة الجاية أنه يتم بلورد هذه المبادرات في أكشن أو في إجراءات وتدابير على أرض الواقع تسع من وطيرة المشروعات لمواكد تغيرات المناخ وإيجاد التمويل اللازم لها والفكرة نحن نتكلم بس على أنه عشان كوب تونتي سيفن لكن ماذا بعد تونتي سيفن ما هي خارطة الطريق بعد تونتي سيفن حتى يمكن العالم أن يدعم ويتبنى مثل هذه المبادرات فهذه هو المنتدى يعد محفل ومنصة لتبادل الرؤى حول هذه النقاط عندنا تأثيرات كبيرة جدا وما نخرج به من تصورات إن شاء الله سيساعد في فهم أسباب التغيرات هذه ومعالجتها بطريقة شمولية ووضع الأطر اللازمة ليس فقط من ناحية علمية ولكن من نواحية اقتصادية من نواحية مالية بناء القدرات على كافة الأصدر التي لها علاقة مع الاقتصاد والزراعة والطاقة والغذاء الطايرات المناخية وما أحدثته من أزمات وكوارث عالمية بما يدعو لتكاتف دول العالم لتكون توصيات مؤتمر شرم الشيخ المقبل واقعا ملموسا محمد حلمي التلفزيون المصري من ناحية أخرى استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين لمؤتمر كوب 27 إنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأول المتحدة للبيئة خلال اللقاء استعرض وزير الخارجية رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 فيما يتعلق بعمل المناخ الدولي من جانبها أكدت مديرة برنامج الأول المتحدة للبيئة على دور مصر ريادي إفريقيا وعربيا في مجال استخدام الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي معربة عن استعداد البرنامج لتقديم جميع أشكال الدعم لمصر ضمانا لنجاح قمة المناخ القادمة وفي سياق آخر أكد شكري حرص مصر الدائمة على دعم استقرار منطقة القرن الإفريقي باعتبارها جزءا من أمن مصر القومية جاء ذلك خلال استقباله مبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الإفريقي هاناهيتي وعكس اللقاء حرص المسؤولة الأممية على الوقوف على رؤية مصر وتقييمها للأوضاع في السودان وجنوب السودان وإثيوبيا والصومال وأمن البحر الأحمر بالإضافة إلى ملف سد النهضة وكيفية التعبير عن المصالح الإفريقية خلال قمة المناخ القادمة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ماكيل كوريل الفريق أول قائد القيادة المركزية الأمريكية تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون العسكري المشترك بين البلدين حيث أعرب وزير الدفاع عن اعتزازه بأعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول ماكيل كوريل قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية والأمنية فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كما التقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له وتناول لقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وفي شأن أخر شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مرسم الاحتفال بتكريم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد قام وزير الدفاع بتقليد القادة المكرمين وسامى الجمهورية من الدرجة الثانية شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين امضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة واحيل الى التقاعد في الاول من يوليو الفين واثنين وعشرين والقى اقدم القادة المقرمين كلمة قدم خلالها الشكر والانتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولأسرهم مؤكدا ان القوات المسلحة ستظل دائما عنوانا للعطاء والوفاء جيلا بعد جيل وقام الفريق اول محمد زكي بتقليد القادة المقرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في اداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للقادة المقرمين الذين امضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل امانة واخلاص وتفاني في اداء واجبهم ووهبوا انفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الاوقات والظروف مؤكدا على ان ما قدموه من اعطاء وتضحيات لرفعة شأن الوطن سيذكرها التاريخ دائما مشيدا بدورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كافة الصعاب وحرصهم الدائم على الوصول بها الى اعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية واكد الفريق اول محمد زكي ان رجال القوات المسلحة سيظلوا دائما على قدر المسئولية الملقاط على عاطقهم مهما تعقبت الاجيال بكل شجاعة وشرف مؤكدا ان الدفاع عن امن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها كما وجه القائد العام الشكرى لاسر القادة المقرمين تقديرا لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى في اعداد اجيال من ابناء مصر قادرة على البذل والعطاء حضر الاحتفال الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافراء الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة واسرهم اهلا بكم من جديد احياء الامريكيون اليوم ذكرى مرور 21 عاما على اعتداءات 11 سبتمبر اذ زار الرئيس الامريكي جو بايدن البنتاجون بينما كرم سكان نيويورك نحو 3000 شخص قتلوا في الهجوم على برجية مركز التجارة العالمية وفي خطاب القاه الرئيس جو بايدن اكد ان هجمات 11 سبتمبر لم تتمكن ابدا من كسر عزيمة الشعب الامريكي او نيل من وحدته واشار الى مواصلة المراقبة وتعطيل اي نشاط ارهابي وان الادارة الامريكية لن تتردد في اتخاذ اجراءات ضرورية بفاعا عن الشعب الامريكي مشهد المتكرر يشاهده العالم منذ 21 عاما حتى بات له مألوفا لكن اهالي واصدقاء وذوي اكثر من 3000 من الضحايا لم ولن يألفوه ابدا ف19 رجلا قاموا بتغيير صورة العالم بعد اختطافهم اربع طائرات مدنية امريكية متاجهة الى وكهات متعددة في الساحل الغربي للولايات المتحدة وقاموا بعمليات ارهابية انتحارية لمواقع عدة كان من بينها مركز التجارة العالمي 2753 شخصا ما بين الثانية وحتى الخامسة والثمانين من العمر لم يكونوا ابدا يعلمون انهم سيلقون حتفهم في صباح يوم كهذا قبل واحد وعشرين عاما وانهم سيكونون في عداد الضحايا بعد اصطدام متعمد لطائر دين ببورجي مركز التجارة العالمي الواقع بحي المال في مدينة مانهاتن وولاية نيويورك الامريكية وفي مقر وزارة الدفاع الامريكي البنتاجون لقي 184 شخصا مصرعهم مع تحطم طائرة امريكية اخرى في مقر البنتاجون اما رابعة تلك الطائرات فقد تحطمت في احد الحقول في ولاية بنسلفينيا ليلقى اربعون راكبا فضلا عن طاقم الطائرة مصرعهم صورة هجمات تتكرر حتى اعتدتها العيون لكن الجديد في ذكرى الحادي عشر من سبتمبر هذا العام ان الاحتفالات تأتي بعدما وصفته الولايات المتحدة بالقصاص من المدبر وهو التخلص من زعيم تنظيم القاعدة ايمان الظواهري وهو التنظيم الذي حملته الادارة الامريكية حينها المسؤولية عن تدبير وتنفيذ تلك الهجمات لقد استعرق الامر عشر سنوات بمتغراضة وقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن خلال هذا الصيف تم قتل ايمان الظواهري الذي كان ما ابلح عندما وقعت احداث الحادي عشر من سبتمبر وذلك يؤكد اننا لن نرتاح ولا ننسى ولا نميأس ابدا ومع احتفالات هذا العام قرعت الاجراس في نيويورك وتولية الصلوات ووقف المشاركون دقيقة صمت في ذات الموعد الذي وقع فيه الاعتداء وتجمع ذو الضحايا ككل عام واوقد الشموع ترحما على من فقدوه الا ان كل الاحتفالات لن تمنع طفلا من ان يظرف دمعا على من فقد من والديه او ام ثكلت في ولد لها او زوجة ترملت جراء ارهاب اسود وقتل بدم بارد يا سيدة ولمزيد من المتابع ينضم علينا هاتفيا دكتور احمد سيد احمد استاذ العلاقات الدولية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور احمد بعد التحية في ذكرى احداث الحادي عشر من سبتمبر كيف تقرأ المشهد الدولي بعد مرور اكثر من عقدين على هجمات سبتمبر احياتي لك سيدة ولكل مشاهدينك الكرام في الواقع ان حداث حداشر سبتمبر عام 2001 ورغم مرور 21 عاما الا انها تظل على مفارقها في تريف النظام الدولي في تريف امريكا لان العالم ما بعدها لم يكن مثل ما كان قبلها بعدها شاهدنا تفاعلات جديدة في النظام الدولي انطلاق الحرب على الارهاب تغير حتى قواعد النظام الدولي وما بعينوها من وصول محفظون البدل وما يسمى السباب السباقي وحالة من الاضطرار في العلاقات الدولية ولذلك ستظل هذه الاحداث الدموية التي قتلة الرهبية التي قتلة فيه خلال يعني دقائق معدودات اكثر من 3000 شخص ستظل على ما بارز في تاريخ الانسانية وفي تاريخ العلاقات الدولية ونظام الدولي دعنا نقول انه بعد اكثر من عقدين يكون السؤال هو هل انطلاق الحرب على الارهاب في عام 2001 واسقاط نظام طلبان وغزو ازغانستان ثم اسقاط نظام طلبان حسين وغزو العراق هل نجحت امريكا ورغم ما تم توجيه من ضرابات ضد التنظيمات الارهابية هل نجحت في قضاء الارهاب اعتقد ان الاجابة ستكون لا لان رغم ان امريكا صحيح انها كانت لمنأة وستطاعت ان تحصل نفسها ولم تحدث اي عمليات ارهابية في العرب الأمريكية منذ ذلك الحين الا ان السياسة الامريكية وتعاملون ما تتعاملونها مع الارهاب ادت الى تزايد الزهارة الارهابية من الناحية الجغروفية من الناحية التكنولوجية من ناحية الانتساص رأينا الجمعات الارهابية تتقاصر من افغانستان في اسيا في افرقيا رأينا عشرات تنظيمات إرهابية من داعش لبوكو حرام لتنظيم القاعدة في أكثر من مكان في جزيرة العرب في شمال المغرب العربي رأينا تنظيمات إرهابية وكل هذا بيحكي أن المعالجة والمقاربة الأمريكية ضد الإرهاب كانت مقاربة خاطئة لم تنجح بس إطار شأف الإرهاب رغم قتل الزواعج رغم قتل من لادن رغم قتل الزرقاو في العراق رغم قتل القراشي لكن هؤلاء قتل أشخاص لكن ظلت هذه التنظيمات موجودة تنظيمات عنقودية تمارس أعمالها الإرهابية في أكثر من مكان العالم وبالتالي في نزير ذكرى في هذا الواحد والعشرون عاما هنا يكون السؤال هل كيف هل ستكون هناك معالجة مختلفة لموضوع الإرهاب أنا فيعتقادي أن هذا النمط أدى لتزايد الزرار الإرهابي لأن هناك ازدواجية حتى في التعامل مع الإرهاب ما يسمى التفرق ما بين التنظيمات المعتدلة والتنظيمات المتشددة الكل في معين واحد رأينا الدول الغربية والمتقدمة وتستخدم التنظيمات الإرهابية كأداة من أدوات تنفيذ الشيات الخارجية وأدوات الصراع فينا بينها وتغذي وتستقصل هذه التنظيمات الإرهابية وعندما قلد السحر على الساحر وعندما تكون في مرمى نيران هذه وتختاوز دمارا هذه التنظيمات الإرهابية هنا تتحرك رأينا الإرهاب يدرق أوروبا رأينا الإرهاب يدرق بأمكلي كثيرة وكل هذا كان نتاج لسياسات التراخي عن التنظيمات الإرهابية عن توظيف التنظيمات الإرهابية عن التغاضي عن الدول التي ترعى وتمول الإرهاب وكان هذا انظار مصر مصر دائما في نزل بداية كانت تقول المواجهة الشاملة للإرهاب المواجهة العسكرية والأمنية والمواجهة التنموية والمواجهة الفكرية ومواجهة الدول التي ترعى الإرهاب ونبدو أن نتخذ مواقف ضدها ولم يلتفت العالم إلى هذه الرؤية كان يركز فقط على المقاربة والمعالجة الانية والعسكري. ومع ذلك لم تنجح لان هزي التنظيمات طورت نفسها تخدمة التكنولوجيا الانترميد في تدميض العناصر في الاختراف في تسلل عبر الصدوط. وبالتالي بعد واحد وعشرون عاما. نقول العالم اكثر اضطرابة. لم تنجح امريكا ولا الدول الغربية فيما ما ما عرفة بقضاع الارهاب والحرب العالمية على الارهاب. وبالتالي تظل الارهاب موجودا ما لم تغير هذه الدول الكبرى دول الغربية من منهجها. والتوائم مع السماحة مع الرؤية المصرية. تمام. التي تعالج صدرة الارهاب من جزورها. هذه الدول كانت طرع الارهاب وتتغاضع الارهاب لانه كان يخدم خلافها واجمباتها. وضح ضروريا. هنا يجب دمي وقفة حقيقية للتعاون مع. شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور احمد سيد احمد استاذ العلاقات الدولية بمركز الاهرام للدراسات السياسية. خلينا اتصال الهاتفية حضر رئيس روسيف لعلمير بوتين نظيره الفرنسي من عواقب كارثية. قرأ الهجمات الاوكرانية المتكررة على مواقع في محطة زابورجيب. ما في ذلك مستودعات للنفايات المشعة. كما ابلغ بوتين نظيره الفرنسي بالتدابير التي اتخذها خبراء روس لضماني امن المحطة. مشددا على ضرورة ممارسة الضغوط على سلطات كييف لكي توقف فورا الهجمات التي تستهدف المحطة. بدوره ابلغ رئيس الفرنسي منويل ماكرون نظير الروسي الفلاديمير بوتين بما سيطرت القوات الروسية على محطة زابورجيب للطاقة النووية في اوكرانيا يعرض انها للخطر. وفي السياق ذاته اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه تم اصلاح خط طاقة احتياطي لمحطة زابورجيب للطاقة النووية. وذلك لتزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد مفاعلاتها. واضفت الوكالة انه بعد اصلاح خط الطاقة تم اغلاق مشغل المحطة صباح اليوم. يشار الى ان محطة زابورجيب توقفت بشكل كامل عن العمل. وطلبت كييف من السكان في المناطق التي تسيطر عليها موسكو حول المحطة النووية الاجلاءة من اجل سلامتهم. ميدانيا نقل القائد العام للجيش الاوكراني ان قواته وصلت تواغلها شمالا في منطقة خاركييف وتقدمت الى جنوبها وشرقها. وقال القائد العام للجيش الاوكراني فاليزا الجينجي ان القوات المسلحة استعادت السيطرة على اكثر من سلسة الاف كيلو متر مربع في خاركييف منذ بداية شهر سبتمبر الحالي. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها تضرب مواقع للجيش الاوكراني في منطقة خاركييف بدربات دقيقة التوجيه. اضفت الوزارة ان الدربات تنفذ من خلال قوات محمولة جوا وصواريخ ومدفعية. وفي الاطار ذات اعلنت وزارة الدفاع الروسية انه تم تقليص وتنظيم نقل مجموعات من القوات الروسية على محور منطقة ايزيوم من اجل اعادة تجميعها وارسالها لدعم اليهود على الجبهة في دونياتسك شرقا. وفي موكب لم يخلو من البهاء الملكي البريطاني المعهود جاءت الرحلة الاخيرة للملكة الاذباس الثانية. لكن الرحلة هذه المرة اتت بلا الوان زهية او قباعات مميزة ولا حتى ابتسامات بروتوكولية. رحلة بدأت من قلعة بالمورال في اسكتلندا حيث فاضت روحها حتى وصلت الى ادنبيرا تمهيدا لرحلة اخرى الى العاصمة البريطانية لندن في التاسع عشر من الشهر الجاري. بعد ست ساعات من مغادرة المقر الصيفي الواقع بالمرتفعات الاسكتلندية وصل جثمان الملكة الازبث الوقور الى ادنبيرا ليستقبله حرس الشرف. وليقوم على الفور فوق عسكري نسكتلندي بنقل الجثمان الى غرفة العرش بالقصر حيث سيزجى هذه الليلة غسط مراسمة ملكية متحفظة لكنها لم تخل من العراقة. وبنهاية رحلتها الى ادنبيرا تكون الملكة الازبث الثانية التي امضت سبعين عاما في سدة الحكم في بريطانيا قد قامت برحلتها الاخيرة. مزجاة الجسد داخل سيارة ملكية ومغطاة براية اسكتلندا الملكية. تلك رحلة التي امتدت لثلاثمائة كيلو متر من قصر بالمورال المقر الملكي الصيفي الى ادنبيرا عاصمة اسكتلندا تمهيدا لنقل الجثمان الملكي جوا الى العاصمة البريطانية لندن حيث ستقال مراسم دفن رسمية في التاسع عشر من سبتمبر. حشود غفيرة احتشدت على طول الطريق الذي سلكه الموكب الملكي املا في القاء التحية ولو دلمرة الاخيرة على الملكة التي اعتلت العرش لسبعين عاما وسبعة اشهر وتميزت بحضورها المطمئن وعايشت حقبا وازمات عديدة. قصر باكيهم الملكي اعلن ان المراسم الرسمية لتشهيع الجثمان الملكي ستتم في كنيسة وستمانستر تلك الكنيسة التي تحتضن الاحتفالات والجنازات ومراسم الزواج الملكية منذ اكثر من الف عام. وهي ذات الكنيسة التي تزوجت فيها المالكة اليزابست الثانية وهي في الحادية والعشرين من عمرها وهي ايضا الكنيسة التي شهدت مراسم تتويجها كملكة لبريطانيا في يونيو من عام الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين. ووفقا للتوقعات فان قادة بارزين في العالم سيحضرون مراسم وداع وتأبين الملكة الراحلة. كما سيلقي عشرات الالاف من الاشخاص نظرة الوداع على جثمانها الذي سيزجال خمسة ايام كاملة في قصر وستمانستر قبل بدء مراسم الدفن والتي ستبدأ في العاشرة من صباحي التاسع عشر من سبتمبر. عربة فضيلة الامم الاكبر دكتور احمد طيب عن اعتزاز الازهر الشريف بعلقة الوطيدة بسنغافورة. وساعدته باستضافة طلاب السنغافوريين في جامعة الازهر ومراحل التعليم قبل الجامعي. جاء ذلك خلال استقبال ييتيو تشيهن كبير وزراء سنغافورة لتنسيق السياسات الامنية. رئيس اللجنة الوطنية الوزرية لتغير المناخ. ووفد رفيع المستوع من البرلمان السنغافوري وسفارة السنغافورة لدى القاهرة. خلال اللقاء تطرق فضيلة الامام لدور الاكاديمية الازهر العالمية لتدريب الائمة والوعظ في مكافحة التطرف والارهاب وكيفية مواجهتهما فكريا. الى جانب ازمة تغير المناخ وما تمثله من خطر على مستقبل الاجيال القادمة. امكنت وزارة الداخلية خلال اربعين وعشرين ساعة من ضبط اربعمائة واحدة واربعين قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة مائة وعشرين طنا للمواد الغذائية وغير الغذائية. يأتي هذا بالتزامن مع استمرار جهود الداخلية لمواجهة كافة اشكال الخروج على القانون. حيث اسفرت الجهود على مستوى الجمهورية خلال اسبوع من العديد من النتائج الايجابية. نتابعها بالتقرير التالي. جهود متميزة لاجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال اسبوع. حققت خلالها الاجهزة الامنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الاجرامية شديدة الخطورة. اسفرت جهود الاجهزة الامنية عن ضبط عدد اربعمائة وثمانية وثمانين عنصرا اجراميا. ومصر خمسة عناصر اجرامية شديدة الخطورة بنطاق اربعين وعشرين مدرية امنة. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا ابرز سرقة سلاح مخدرات قتل. وضبط معهم اتان وست وتسعون قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البعر الاجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية. ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسماعيلية. تم ضبط اثنين وتسعين متهما وضبط معهم اسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الاسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع تسعمائة وثلاث وسبعين قطع السلاح ناري ابرزها مائة واحدة وثلاثون بندقية وخمس وثمانون بندقية الية وخمسون مسدسا وسبعمائة وسبعة فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الاعيرة ومائة وعشرون خزينة اضافة لالف وخمسمائة واثنتين وثلاثين قطع السلاح ابيضة كما تم ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة النارية وبداخلها اسلحة نارية وادوات واجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت اجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الاحكام في تنفيذ اربعمائة وسبعة وثمانين الفا وخمسمائة وثمانية وخمسين حكما قضائيا من بينهم الف وثمانمائة وسبعة واربعون حكم جنايا ومائة وخمسة وسبعون الفا وخمسمائة وخمسة وخمسون حكم حبسة ومائتان وواحد واربعون الفا وثمانمائة وخمسة وعشرون حكم غرامة وثمانية وستون الفا وثلاثمائة وواحد وثلاثون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت اجهزة الوزارة خلال اسبوع في ضبط ثمانية تشكيلات عصابية ضمت اربعة وعشرين متهما قاموا بارتكاب سبعة واربعين حادث سرق متنوع وتم كشف عمود سبعة وثمانين حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرق بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبها باجمالي مائة وخمسة واربعين متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع من ضبط الف واربعمائة وتسعين قضية ادجار في المواد المخدرة من بينها قرابة مائتين وثمانية ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيش واكثر من أربعمائة واثنين واربعين ونصف كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة سبعة وثلاثين ونصف كيلو جرام وضبط ما يقرب من ستة ونصف كيلو جرام من مخدر الايس الشابو اضافة الى حوالي أحد عشر كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 17716 قرص مؤثر 9304 قرص رامدو المخدر و1100 قرص كيبتاجون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 26 مليون جنيه كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 11 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان أخبار المال والأعمال محليا وعالميا بعد الفاصل مع هبفة أخبار المال والأعمال النشرة الثامنة أهلا بكم أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيد قرارا بتشكيل أول لجان طاعن ضريبي مدمجة تقتص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممولين أو المكلفين ومصلحة الضرائب وتقتص هذه اللجان بالتعوني المحالة من الإدارات المركزية لمركز كبار الممولين ومتوسط الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة ضرائب القاهرة رابع على نحو يساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستفاء مستحقات الخزانة العامة والتيسير على الممولين سجلت مؤشرات البورسة ارتفاعات جماعية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع بدعم مشترات المؤسسات وصندوق التسمار المحلية والأفراد المصريين والأجانب وصعد المؤشر الرئيسي للبورسة EGX30 بنحو 9 من 10% مغلقاً لقرب مستوى 10 360 مقطة وارتفع المؤشران EGX70EWI وEGX100EWI بنسبة راوحت حول 7 من 10% وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورسة نحو 8.5 مليار جنيه ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى روسيا خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 46 مليون دولار بزيادة قاربة نسبتها 27% على أساس سنوية وظهرت النشط الشهرية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع الكيميات المصدرة إلى السوق الروسية خلال الفترة المذكورة لتسجل 50 و 145 ألف طن وبلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى روسيا في 2021 حوالي 151 شركة طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانا تيلين دول الاتحاد الأوروبي بتقريس مشترياته من الغاز الروسي بدرجة كبيرة خلال فصل الشتاء وتوقعت أن تتسبب تلك الخطوة في ارتفاع الأسعار كما دعت تيلين إلى وضع سقف لسعر النفط بما يقلل من عادات موسكو وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلاكن قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيسة مفاودي الأوروبية أرزول أفواند العين التزام مع الولايات المتحدة بأمي الطاقة في أوروبا بعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والتقس وبيان درجات الحرارة مجددا مع رانيا محمود النشط الجوية للنشط الثامنة أهلا بكم يسود تقس حار راتب نهارا على القاهرة الكبرى والواجي البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة جنوبا وجنوب سيناء مؤتد الحرارة راتب عليلا على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصيب ماء الحرارة على باقي الأنحاء تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والواجي البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصيب تتكون الشمولة المائية صباحا على طرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والواجي البحري والسواحل الشمالية ومدن القنام وعلى توقعات الثلاثة الأيام القادمة نبدأها من القاهرة الـ 22-34-34-23-34-22-32 أما شرم الشيخ الاثنين 28 37 37 الأربعة 28 36 الأقصر الاثنين 26 41 الثلاثة 26 41 الأربعة 2640 وعند درجات الحرارة المتوقعة فنقرأها كالتالي القاهرة 24-34 الأسكندرية 24-31 دميغة 25-32 فرصعيد 25-32 العريش 24-32 رفح 23-32 الإسماعيلية 23-35 السويس 23-34 مطروح 24-30 ودي نترون 24-34 المنصورة 24-34 طنطة 24-34 دمانهور 24-33 سانت كاترين 20-32 الغردقة 27-36 شرم الشيخ 28-37 نهاية النشرة إلى أبرز العنوين قضاء القارة أبرز مفردات حوار الرئيس السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة رئيس المزرع يتابع الساببات شرم الشيخ لصدافة قاب 27 ويعلن تحويل مدينة السلام لمدينة خضراء مع انطلاق الفعاليات ووزير الدفاع يبحث قضايا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشيد بدور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة المزيد دائما عبر مصبيرو.يجي شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة